اهلا بكم في موجز الاخبار دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليم المجتمع الدولي الى الضغط على مليشيا الحوثي لدفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها وانهاء انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان وشدد خلال استقباله استفير واشنطن لدى اليمن سيبن بايجن شدد على ان دعم الاصلاحات الاقتصادية والخدمية الحكومية هو طريق الامثل لتعزيز فرص السلام وتخفيف المعاناة وتحقيق تطلعات المواطنين في استعادة مؤسسات الدولة وجدد العليم التزامه بخيار السلام الشامل القائم على المرجعيات الاساسية مشيدا بالجهود الرامية للسناف العملية السياسية وحجد الدعم اللازم لمجلس القيادة والحكومة لمواجهة كافة تحديات من جهته جدد رئيس المجلس الانتقالي الجنوب المدعوم من السعودية والامارات عيدروس الزبيدي جدد مضيه في تحقيق مشروع الانفصال وقال الزبيدي خلال فعالية أبينية للقيادي في الانتقال صالح السيد قال أن استقلال الجنوب هدف مصير لا رجعت فيه حد وصفه لافتان إلى أن جزءا من هذا المشروع قد تحقق في إشارة إلى سيطرة قواته العسكرية والأمنية على عدد من المحافظات إلى ذلك غادرت قيادات المكونات الحضرمية إلى السعودية لاستكمال المشاورات حول إعلان قيادة مجلس حضرموت الوطني الذي أشهر شهر الماضي في المملكة وقال مصدر لفلقيس أن طائرتين السعوديتين أقلت من مطارين ريان وسيئون أعضاء الهيئة تأسيسية لمجلس حضرموت وقيادات المكونات بالمحافظة إلى العاصمة السعودية الرياض وشار إلى أن الخطوة تهدف لمواصلة التشاور على التحضيرات لانعقاد المؤتمر الأول للمجلس المتوقع الشهر القادم لإعلان قيادته من مختلف المكونات الحضرمية وصيب ستة مسافرين جراء تحطم الواجهات الزجاجية لمطار عدن الدولي إثر عاصفة رعدية ضربت العاصمة المؤقتة وقال المسؤول الإعلامي لمطار عدن عادل حمران قال إن ستة مسافرين أصيبوا بجروح مختلفة عقب تهشم الزجاجات الأمامية للمطار ونقلوا إلى المشفى لتلقي العلاج وأوضح حمران أن عدن تعرضت لعاصفة رعدية مصحوبة بأمطار ورياح شديدة ما أدى إلى حدوث أضرار واسعة في صلاة المطار الرئيسية وسيارات المتوقفة في الساحة الأمامية نظم موظفو شركتي بورجي و بورجي سيستيمز و ميديكس كونكت وقف احتجاجية في صنعان المطالبة بإطلاق سراح مدير الشركتين عدن الحرازي المختطف في سجون ميليشيا الحوثي منذ مطلع العام الجاري رفع المحتجون أمام مكتب النائب العام المعين من قبل الميليشيا رفعوا لافتات تطالبوا بوضع حد لمعاناتهم التي بدأت منذ إغلاق الشركة في يناير الماضي وكذا بيان صادر عن المحتجين بأنهم سيواصلون احتجاجاتهم للمطالبة بإطلاق سراح المختطف الحرازي وتنديدا بالممارسات اللامسؤولة بحق الشركتين انتهى الموجز في أمان الله اشتركوا في القناة